اشتركوا في القناة الرطوب نوعاً ومرتفع حوالي 67% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة ننتقل الآن وياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإن الله في عمو مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تبدأ المملكة تتأثر بأجواء غير مستقرة نتيجة لعبول لكتلة هوائية باردة حيث تبدأ فرصة زخات الأمطار خلال ساعة مساء يوم الأربعة بإن الله حيث يسود تقص غالب غائم جزء إلى ما زخات من الأمطار في إربت نفس الشي في عجلون جراش 21 إلى 12 أيضاً مع فرصة زخات من الأمطار والمفرق تقص غائم جزء 20 إلى 11 درجة مئوية الأجواء غير مستقرة أيضاً تشمل المنطقة الوسطى العاصمة عمان تقص غالباً غائم مع فرصة زخات من الأمطار خلال ساعة مساء يوم الأربعاء 18 إلى 11 الزرقاء 21 إلى 12 البقاء 19 إلى 12 ومادبة 19 إلى 9 والبحر الميت 25 إلى 18 المنطقة الجنوبية تتأثر بشكل محدود بالأجوال غير مستقرة تؤثر بشكل أساسي على الكرك والطفيلة حيث يسود تقص غائم جزء مع فرصة زخات من الأمطار خلال ساعة المساء والليل 17 إلى 8 في الكرك الطفيلة 19 إلى 8 الشبك 17 إلى 7 معان 19 إلى 7 والعقبة 26 إلى 13 المنطقة الشرقية الأزرق 22 إلى 11 تقص غائم جزء الصفاوي 20 إلى 11 أيضاً تقص غالباً غائم جزء ورويشة 22 إلى 10 درجات مئوية إلى أن تنتهي نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة